اعلن وزير الدولة بوزارة الصناعة دكتور عبد داود سليمان سعي وزارته للدخول في مجال صناعة الوقود الحيوي من نبات الجاتروفا والمنتشر بالسودان بالتعاون مع مدينة افريقيا التكنولوجية جاء ذلك خلال زيارته لمدينة افريقيا للتكنولوجيا الجنود بالخرطوم بحري رفقة مدير مركز البحوث والاستشارات الصناعية ومدير المدينة التكنولوجية دكتور اسام عبد الوهاب مؤكدا اهمية المدينة كاحد الروافد المهم للقطاع الصناعي والتي تعمل مع وزارة الصناعة في مجال الاختراع والابتكار وتطوير برامج انتاج الايثانول من قصب السكر وتمثل برامج مشروعات الطاقة المتجددة والبديلة مخرجا مهما لكثير من الدول لتلافي اثار نضوب الطاقات البترولية مما يتسق مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الاخضر ضمن خياراته ومساعيه لتوسيع مصادر الدخل القومي لجأ السودان لتطوير بدائل الطاقة من خلال التوسع في صناعة الوقود الحيوي من الايثانول المنتج من زراعة قصب السكر واستغلال شجرة الجاتروفا من اجل انتاج الوقود الحيوي وبكميات تزيد عن حاجة البلاد فضلا عن استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الى جانب استخدام طاقة الرياح وتضع الحكومة في ظل استراتيجياتها الاقتصادية لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لاستهلاك المواطنين والانشطة الصناعية المختلفة استخدام طاقة البديلة هو حل علمي ناجح تأمل الدولة ان يحل الوقود الحيوي بديلا محل النفط المستخدم في المركبات بعد اجراء تعديل على محركاتها باعتباره طاقة متجددة ولجح العلماء السودانيون في اعادة اكتشاف مستخلصات شجرة الجاتروفا شبه الصحراوية كبديل سريع ومثالي للجازولين بانتاج الوقود الحيوي بجانب استخلاصات اخرى اكثر اهمية وفائدة معززين بذلك قدرة السودان في هذا المجال ذلك ان انتاج السودان من الاثانول يعد الاكبر في افريقيا بطاقة انتاجية تبلغ 65 مليون لتر ورغم البشريات التي يطلقها المسؤولون حول بداء الاطاقة الا ان السؤال يظل حاضرا حول قدرة الوقود الحيوي المستخلص من القصب او الجاتروفا على سد نقص وفجوات البترول وهل تتوافر البلاد على المحاصيل الكافية لتوفير الوقود الحيوي بالسودان وبكميات كبيرة يمكنها تغطية حاجة البلاد في المستقبل المنظور لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع المهم وراح بضيفي المهندس خالد الضو منسق المشروع القومي للوقود الحيوي بشمهندس اهلا ومرحبا بك معنا عبر الحدث الاقتصادي بداية شاهدنا عبر التقرير نبات الجاتروفا وهو النبات الذي من المفترض أن يستخلص منه الوقود الحيوي هل لك أن تعرفنا على نبات الجاتروفا وعن كيفية استخلاص الوقود من هذا النبات خصوصا طبعا نتحدث عن الوقود الحيوي مهندس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على الشرق الخلق الله نعمة كبيرة لله سبحانه وتعالى أنه اليوم نكون مصديفين أنا غنات سوداني 24 البداية للطاقة في السودان الحمد لله سبحانه وتعالى كثيرة ونجحت وزارة العلوم والتغانى سابغا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بحث كثيرة جدا في السودان لكي تكون بديل للوقود ومنا كانت الإيسانول مع شركة النيل واللجنة المكونة كانت في وزارة النفط وفي وزارة الصناع وعملوا عمل كبير الحمد لله سبحانه وتعالى في السودان أما الجاتروفا فهي بدأت بمدينة فريغي التكنولوجية ومن ثم وزارة العلوم والتغانى وأصبحت وزارة العلوم والاتصالات والحمد لله سبحانه وتعالى الناس عملوا فيها عمل كبير جدا من بحث علمي في بعض الجامعات والمراكز البحثية والجاتروفا هي نبتة قديمة جدا في السودان وهي شجرة معمرة وموجودة في شرق السودان وموجودة في غرب السودان وفي وسط السودان وهي شبيهة بشجرة الخروع المعروفة عند المواطنين عددا بشمهندس سألتك عن كيفية استخلاص الوقود الحيوي من نبات الجاتروفا أعلم أن لديها بذور يمكن أن تستخلص منها مواد زيتية هل لك تطلعنا على كيفية عمل نبات الجاتروفا ليستخلص منه الوقود الحيوي؟ هي طبعا النبتة السودانية وموجودة في السودان والسمر بتاعتها كبيرة جدا يعني حبتها كبيرة قريبة من الحبة بتاعة اللالوب وداخل الحبة دي فيها ثلاثة بذرات البذرة بنستخلص منها الزيت بيتم عصر الزيت في معاصر العادية دي وهناك معاصر متخصصة برضو في العصر نبتة الجاتروفا ومن ثم بتدخل في استخلاص كيميائي كبير جدا بيتم فيها عصر الزيت بيتم فيها إضافة بعض المواد للمستحضر بتاعنا بعد ذلك بنستخلص منها وانتجنا منها ثلاثة منتجات في السودان الحمد لله في معاملنا وفي مراكزنا البحسية في السودان انتجنا منها زيت عادي وانتجنا منها البايو ديزل وانتجنا منها البايو جيت وانتجنا منها السيرفاكتنا بساعد في عمليات حفر آبار البترون والحمد لله الآن في المدينة موجودة المنتجات البايو ديزل والبايو جيت والسيرفاكتنا طيب مش مهندس ضمن استراتيجيات الدولة أين وصلت الجهود إلى الآن في تطوير الوقود الحيوي وهل هناك خطط للتوسع في زراعة الجاتروفا في السودان في عام 2010 رئاسة الجمهورية متوسلة في الآخر رئيس تمت زراعة الشجرة في مملكة الوزراء وتم عمل معرض كامل لكل البحوث التي تمت في السودان والنوعية الزيوت والنوعية البزور ويمكن بعدها طواله الأخ الرئيس أصدر وشكل لجنة للمشروع القومي للوقود الحيوي في السودان وده عملت دراسات وده عملت بحوث كثيرة جدا الحمد لله بمعهد أبحاث الطاقة والمركز الغامي للأبحاث الطاقة والمركز الغامي للبحوث وده عملت أكثر من سبعة إلى تمانية مزارع تجريبية والنبتة دي أصلا هي موجودة في السودان لكن بعد ذلك الناس الباحثين زرعوها في تربة مختلفة وسقوها بمياه مختلفة عشان بعد ذلك البحث العلمي يبقى كامل ومتكامل الحمد لله تم بعد ذلك جمع البزور وتم عصر البزور دي لإنتاج الزيت ومن ثم أدخل هذا الزيت في عمليات كثيرة جدا في المعمل وطم إنتاج البايو ديزيل وإنتاج البايو جيت وإنتاج السيرفاكتان وعرضت هذه المنتجات على كثير من الباحثين وبعد ذلك الناس أخذوها لمعامل داخل السودان وخارج السودان والحمد لله هي مطابقة لكل المواصفات العالمية مهندس هل من الممكن فعليا أن يحل الوقود الحيوي مكان المواد البترولية؟ ممكن طبعا طبعا ممكن إذا الناس بذلوا مجهود دولة ومسر في الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز البحثية إذا الناس بذلوا مجهود إن شاء الله صحانه وتعالى العلماء والباحثين الموجودين في السودان قادرين على أن يتوسع المشروع وقادرين على أن يتم زراعة النبتة دي ونحن عندنا دراسة جدوى الاقتصادية متكاملة من مركز بتاع دراسات اقتصادي وهي واحدة من اقتصاد المعرفة في السودان لزراعة مليون فدان في السودان عشان ننتج ثمانية مليون طن بزور منها اثنين مليون طن زيت واحد مليون طن زيت ممكن يكون للاكتفاء الزاتي ومليون طن زيت ممكن يكون للصادر اللي أصلا بيجيب العيد بتاعه مليار دولار ونكون بعد ذلك نكون أفدنا الاقتصاد المعرفي في السودان وافدنا الحصيلة بتاع صادرات السودان بشماندس هذا يحتاج يعني إلى قدرات كبيرة جدا إلى قدرات يعني لإنتاج هذه الكميات الضخمة من الوقود الحاوي هل تتوفر يعني هذه القدرات لدى الدولة إذا بيجأة في عزيمة من الناس وبيجأة في إصرار من الدولة والدولة اتبنت المشروع وهذا بيجأة مشروعة الدولة وبيجأة واحد من المشاريع تعد اقتصاد المعرف والناس يهتمو به الباحثين والعلمي إن شاء الله قادرين على أن يتزرع في السودان مليون فدان ويتم الإنتاج ده وتتعامل كل المصانع المحتاجية لها وتتعامل كل المعامل المحتاجية لها بعزيمة وبإصرار إن شاء الله سبحانه وتعالى ما في شيء كثير على الناس الباحثين والعلم الموجودين في السودان من جانب آخر ألا يتعارض استخدام الأشجار والنباتات في إنتاج الوقود مع التوجهات العالمية الرامية إلى الحد من آثار الاحتباس الحراري أيضا التأثيرات له التي يخلفها إنتاج الوقود الحيوي على الحزام الشجري والغابي وما في تأثيراته بالعكس هي صديقة للبيئة الجاتروف الشجرة صديقة للبيئة ونحن الأسبوع الماضي معنا شركة ماليزية حين نعمل في الحزام الأخضر حين تزرع كميات كبيرة جدا إن شاء الله من الجاتروف الحزام الأخضر البمر بالسودان في ستة ولايات كسلة والشمالية ونهر النيل والخرطوب وشمال كوردوفان وشمال دارفور وهي شجرة صديقة للبيئة وأنا ما أحسس إنه فيه تعارض يعني بين الشجرة والوهية بساعد البيئة وإن شاء الله هي صديقة للبيئة وبتزرع في أي حتة في السودان ولا خصما على الغذاء بعض الناس يفتكروا إنه الشجرة دي ممكن تزرع في مشاريع خصما على الغذاء أبدا الشجرة هي بتقوم في المناطق الصحرائية وبتثبت الكسبان الرملية وبتساعد تهيات المناخ وبتساعد في تثبيت التربة وبتساعد في مكافحة الزحف الصحرائي في السودان وبتجيب عايد يعني بتجيب عايد ولو زرعنا مليون فدان في السودان على الأقل بيكون في أربع مليون خريج بتاع زراعة في السودان بيكون لغالية وفرصة بتاعد عمل في السودان أيضا بش مهندس يعني لاستخدام الوقود الحيوي طبعا هذا يدخل كل من إمكانيات الدولة للولوج إلى هذا المجال أيضا عند استخلاص الوقود الحيوي نحتاج إلى شيء مهم جدا إلى أن الماكينات التي تعمل الآن بالمواد البترولية تختلف عن الماكينات التي تعمل بالوقود الحيوي هل هناك تنسيق بين قطاعات الدولة المختلفة لتجاوز أي عقبات ناتجة عن التحول نحو الوقود الحيوي أنا ممكن أديك نموذك للإيسانول في السودان يعني هناك كانت لقنا إحنا عضافية عملت عمل كبير جدا في الإيسانول وتم تجريبته في عربات الصنعة في السودان عربات جياد الآيتين وكان من المفترض ينزل طوالي في الأسواق وتحددت بعض المحطات الأود في الخرطوم عشان يتم فيها الأعمال التجريبي إن شاء الله نتوقع في الأيام المقبلة التجربة تنجح وتمشي لقدام الماكينات الآن الموجودة هي تشتغل بالديزيل فيماكينات تشتغل بالديزيل فيماكينات تشتغل بالبنزيل فيماكينات أصلا مصنعة جاية برضو بتعمل بالإيسانول لكن إن شاء الله هيحصل تعديل تعديل خفيف جدا عشان تتحمل إنها تكون بنسبة الوغودة الحية فيها بنسبة 100% الآن فيها نسبة بتاعها نحن الآن جربنا في العربات بنسبة 10% بايو ديزيل وتزعيف المية جازولين عادي لكن إن شاء الله لقدام البحوث مبطورة والناس بنعمل مع بعض معنا وحسين من جامعة الخرطوم من جامعة السودان المركز الغومي للبحاث الطاقة المركز الغومي للبحوث وباحسين برضو من الاستشارات الصناعية كلنا مع بعض مع المؤسسات الموجودة في السودان مع شركة الجياد إن شاء الله نعمل كلنا مع بعض لشان نطور الماكنات بتاعتنا لقداما لشان تستوعب الوغودة الحية سؤال سريع أخيرا بش مهندس ليس فقط السيارات التي يمكن أن تعمل بالوقود الحيوي هل هناك قطاعات إنتاجية يمكن أن تستفيد من الوقود الحيوي أجدًا لدفع وطيرة أو عجلة الاقتصاد السوداني إلى الأمام؟ هي غير المركبات الطيران الآن العالم كله متجه للوقود الحيوي نحن في زياراتنا لألمانيا قابلنا بعض المختصين في شركة نيستيويل وقابلنا المجموعة بتاعة الليفت هانزا الآن هم بيعملوا طيرات في تعمل بالوقود الحيوي ونحن هنا برضو أنتاجنا البايو جيت البايو جيت دي بتم خلطه بالجيت ايوان للمحركات بتاعة الطائرات ففيه آليات كثيرة جدًا حتى الآليات الثغيلة الموجودة ممكن في حقل العمل تعمل بالزيت مباشرة ما عندها تأثير إضافة للماكنات اللي بتعمل بالديزيل بنسب بتاعة الخطي إضافة للمحركات بتاعة الطائرات أخذ برضو أيضًا أن هناك مصانع أو يعني دعني أسميها قطاعات إنتاجية يمكن أن تعمل أيضًا بالوقود الحيوي كذلك يعني المعاصر بتاعة الزيوت الكبيرة والمصانع الكبيرة كلها هتعمل بالزيت مباشرة من غير يكون بايو جيت مباشرة بتعمل بالزيت حتى التركترات الموجودة في السودان نحن عملنا كم تجربة التركتر مباشرة بين الزيت بعض عصره في التركتر والتركتر يشتغل الحمد لله سحانه تعالى صحيح يا جدام محتاج أنه نحن نعمل نعمل مواكبة مع الآليات البجينة دي بأنه عملنا تجربة في المكانات بتاعة سناية الأشواط بالنسبة للركشات الركشة دي بخلطوا البنزين مع الزيت وده بيأثر على البيئة نحن جبنا الزيت بتاع الجاتروبا وعملنا كم تجربة مباشرة في المكانة وخلطنا مع البنزين وخلطنا مع الدزل وجربنا ودت نتائج ممتازة الحمد لله سحانه تعالى مع بعض الباحثين في جامعة السودان نسأل لكم التوفيق المهندس خالد الضوم نسق المشروع القومي للوقود الحيوي كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك رزاك الله خير الآن مشاهدين الكرام إلى طائفة من أخبار الاقتصاد الإقليمية والعالمية شكرا جزيلا لكم